رأينا في التقرير صورة من صورة التضامن الشعبي الواسع الآن الملموس بشكل كبير في الشارع المصري مع الفلسطينيين يعني طبعا فلسطين مش محتاجة نتكلم عن علاقة بين مصر وفلسطين لأنها دي موجودة في الوجدان يعني أنا جايلك في الطريق دلوقتي واحد واقف بيبيع علام فلسطين والناس وقفة بتشتري يعني كذا عربية واقفة بتشتري ودي حاجة مش يعني يعني انت عارف احنا مش متعودين عليها غير في مباريات الكورة فان هي تنتقل الى الموضوع السياسي والانساني والناسب عندها يعني وعي وعندها طبعا قصرت يعني عايز اقولك ان حتى الاطفال بيتابعوا بيتابعوا قصة غزة بشكل كبير وبشكل رخم وشوفنا المظاهرات اللي نزلت وشوفنا التبرعات بالدم وشوفنا التبرعات اللي راحت التحالف الوطني وحياة كريمة اللي راحوا للحدود رغم ظروف الاقتصادية الصعبة بتاعتنا فده كلهم ده اللي يدل على ان فلسطين في وجدان المصريين دي يعني ده امر لا لا يعني له ابار عليه ولا ولا يقبل الشك لانه انت عارف ان العلاقات وحتى بالنسبة كمان لأهل سيناء وأهل غزة بالزيت يعني فيه علاقات نسب ومصاهرة وكده والاستضافة طبعا واجب علينا لكن وحق ليهم لكن في اطار الاستضافة اللي هي ما تصفيش القضية وهو ما اريد ان اسألك عنه يعني منذ ان بدأ العدوان واتغت على الاخبار ما يمكن تسميته بالضغوط التي مورست على كل من مصر والاردن لاستقبال الفلسطينيين الذين تريد اسرائيل ويريد الغرب تهجيرهم الى مصر في الاساس يعني رأي اللي بيطلب الكلام ده احمق يعني لانه باي باحث صغير هيدرس التاريخ ويشوف سيناء اتدفع فيها دمه ده والدفع فيها فلوسه ده سواء للفترة العشر سين اللي فاته لمواجهة الارهاب او قبل كده في 73 و67 يعني هيدرق قيمة تراب سيناء لاي مصري ده امر يعني يعني غير مقبول وغير مسموح وكون ان الرئيس يعلن ده بنفسه والناس تطلع كمان تؤيد هذا الاتجاه فده دليل انه غير مقبول ما فيش رئيس في الدنيا هيطلع ايه لنحاجة في شك واحد في المية اللي ممكن يوافع عليها ولكن يبدو ان الضغوط شديدة على القيادة المصرية لا بس الرئيس كان واضح برضو يعني الرئيس برضو كان واضح وضوح شديد وقال ان لن يتم تصفية القضايا الفلسينية ولن يتم تصفية القضايا الفلسينية على حساب مصر كان رأى مرتين وفي اللقاء مع المستشاري الالماني وكنت موجود ساعتها في المؤتمر الصحفي قال بشكل واضح شفناه خرج عن النص كلمة المكتوبة قال بشكل واضح انه لا يعني لو فاكرين انه هم ممكن ياخدوا سيناء وقال قبل كده ان احنا عندنا 9 مليون ضيف يعني مش هيفرق كتير لو 2 مليون كمان لكن ده يقدي الى تصفية القضايا الفلسينية حساب انت دلوقتي بتقول حل الدولتين الدولة دي ايه مش الدولة دي شعب وارض طبما لما تاخد الشعب توديه حتة تانية وتبقى من غير ارضها هتبقى دولة ايه وحل سلام ايه وبتاع يعني انت انت بتصفي القضية من جزرها ومش عارف الغرب يعني خياله وراحل ايه والبعد استغل وفاكر ان ان احنا دولة يعني يعني الاوضاع الاقتصادية وبدوا يربطوا بين يعني ان الاوضاع الاقتصادية وعننا مشاكل شوية في الاقتصاد وان ده هيبقى تمن من امتى يا جماعة مصر بتاخد تمن ده مصر دفعت تمن مواقف كتير جدا اقتصاديا وارواح في حروب عشان خاطر القضية الفلسينية فمش مقولة يعني وصلنا لهذه المرحلة ان احنا هنبيع تراب مصر وهنبيع اه عشان نصف القضية الفلسينية واو وتصفيت واو وتصفيت